اعزائي طلبة وطلبات الصف الاول الاعدادي هنبدأ النهارة معكم الدرس السادس حل المعادلات في نين قبل ما نبتدي حل المعادلات في نين لازم نفتكر طبعا مجموعة الاعداد الطبيعية اللي هي طه مجموعة الاعداد الصحيحة صوت مجموعة الاعداد النسبية نين مجموعة الاعداد الطبيعية كانت بتبدأ بصفر واحد اثنين ثلاثة اربعة الى مال نهاية اما مجموعة الاعداد الصحيحة صوت فهي اما صفر واحد اثنين ثلاثة الى مال نهاية وكمان سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة الى مال نهاية اللي هي الاعداد الصحيحة المجابعة والاعداد الصحيحة السلبة والصفر اما عندي النون فهي كانت مجموعة الاعداد النسبية وهنفتك المجموعة الأعداد النسبية اللي هي كل ما يوضع في صورة ألف على باء زي القصور بكل أشكالها كمان عندي الأعداد الصحيحة اللي هي طبعا بتعتبر مقامها إيه؟ واحد أي عدد صحيح مقام واحد دي كلها بتمثل الأعداد النسبية احنا أخذنا حل المعادلات في السنين اللي فاتت أخذنا فطة وأخذنا اخصاد وسنالي هناخدها في مون يعني الأعداد النسبية هنحاول نفتكر الأول مع بعض حل المعادلات في طه وصاد اللي أخذناها قبل كده وبعد كده نبتدي في حل المعادلات في نون اللي مش هتختلف كتير غير في مجموعة الحل سواء كانت في طه أو في صاد أو في نون مجموعة الحل بس هي اللي هتختلف نحب نفتكر الأول يعني إيه معادلة؟ المعادلة دي هي جملة رياضية بتتضمن علاقة التساوي يعني عبارة عن زي كفتين الميزان كده بصف كفة مين وكفة شمال لازم الكفتين دول يتساوي وبيكون عندي مجهول زي سين أو صاد أو أي رمز فكرة المعادلة إن أنا أوجد قيمة المجهول ده لازم أوجد قيمة المجهول طيب نبتدي مع بعض نشوف نستائل كده عشان نفهم حل المعادلات مثال رقم واحد أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية أول معادلة سين زائد 2 بيساوي 5 هما دول كفتين الميزان اللي كنا نتكلم عنهم هلاقي في الكفة الأولى سين زائد 2 اللي هو الطرف الأيمن وهلاقي في الكفة الثانية 5 اللي هو الطرف الأيس يبقى المعادلة عبارة عن طرفين بيتضمنوا علاقة التساوي ودايما فيه مجهول بحاول أبحث عنه وهنا رمزه سين يبقى السين زائد 2 اللي في الطرف الأيمن لازم تساوي 5 اللي في الطرف الأيس فأنا بدور على الرقم اللي لو جمعته على الاتنين تديني الخمسة إذن بديهيا السين دي هتكون بكام بتلات أنا بعمل إيه بودي دايما العدد المجاور للسين للطرف الثاني أو الكفة الثانية بعكس الإشارة بتاعته لو كانت الإشارة بتاع العدد ده مجبة بتروح المكان الثاني أو الجنب الثاني بالسالب ولو كانت سالبة بتروح بالموجب ولو كانت ضرب بتروح بالإسمة ولو كانت إسمة بتروح بالضرب هنشوف كل ده كل واحدة بمسألة منفصل نبتدي نشوف كده سين زائد اتنين بيساوي خمسة عايز مجموعة الحل طبعا في طه الاعداد الطبعية قلنا هنراجع الاول على الطه وعلى الصوت نجيب مجموعة الحل في طه مجموعة الحل في صوت ونرجع نبتدي في حل المعادلات في مجموعة عايز احل المعادلة دي في طه طبعا هقوله سين بتساوي خمسة ماقس اتنين لان الاتنين دي هتروح الجنب التاني من اليمين من الطرف اليمين الى الطرف الشمال هتروح بسالب اتنين يبقى خمسة ماقس اتنين هتساوي تلاتة اذا مكان السين دي او قمت السين مفروض تساوي كام؟ تلاتة يبقى مجموعة الحل بتاعتي هلو الرقم تلاتة موجود في طه اه موجود في طه يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي مجموعة تلاتة نشوف مثال تاني لو قال لي السين مقص ثلاثة بيساوي أربعة بنفس الخطوات هاودي الثلاثة الطرف الثاني وهي سالب ثلاثة هتروح الطرف الثاني بموجب ثلاثة يبقى السين هتساوي أربعة زائد ثلاثة طبعا عايز مجموعة الحل هنا هو لازم يحدد لي مجموعة الحل في ايه؟ مجموعة الحل هنا في صاب في الأعداد الصحيحة اللي هي سفر وواحد واثنين وثلاثة إلى مالة نهاية وثالب واحد وثالب اثنين وثالب ثلاثة إلى مالة نهاية كل ده يقع تحت الأعداد الصحيح طيب أنا هقول له السين بتساوي أربعة زائد ثلاثة يبقى السين بتساوي سبعة وفي هذه الحالة مجموعة الحل هتكون مجموعة سبعة نشوف مثال تاني ثلاثة سين مقص واحد بتساوي سين زائد سبعة فأنا هخلي طرف للسينات وطرف للأعداد أخلي الطرف الأيمن للسين والطرف الأيسر للأعداد طب هو ينفع العكس طبعا ينفع زي ما أنتوا عايزين بس أنا بحاول دايما أخلي السين اللي معاملها أكبر هي اللي في مكانها وودلها السين صاحبة المعامل الأصغر جنبها يعني ثلاثة سين أكبر فهتفضل ثلاثة سين في الطرف الأيمن وودلها السين اللي في الطرف الأيسر جنبها أما السبعة اللي في الطرف الأيسر هتفضل في مكانها بنفس إشارتها في الطرف الأيسر وودلها الواحد جنبها فهيروح بالمجاور يبقى أنا هيبقى عندي الطرف الأيمن عبارة عن ثلاثة سين نقص سين والطرف الأيسر هيبقى سبعة زائد واحد طبعا هنا مجموعة الحل مطلوبة مني فنون لازم أتأكد أن مجموعة الحل فطه ولا فصاد ولا فنون هيبدأ الحل فأصبح 3 سين ناقصين ودت السين طرف الثاني جنب 3 سين استودتها بإشارة سالبة لأن هي إشارتها مجابة فهتروح من الطرف الأيسر للطرف الأيمن بإشارة مختلفة يبقى سالب سين السبعة في مكانها في الطرف الأيسر فهي مجابة زي ما هي سالب واحد هتروح من الطرف الأيمن للطرف الأيسر سالب واحد هتبقى موجب واحد أصبح عندي طرف للسينات وطرف للأعداد 3 سين ناقصين تساوي 2 سين وهجمع 7 زائد 1 تديني 8 يعني 2 سين تساوي 8 وأنا عايز أتخلص من الاتنين المضروبة في السين لأننا المفروض أجيب كيمة المجهول سين مفيش قدامه أي عدد لأن احنا قلنا كلمة حل المعادلة أوجد كيمة المجهول اللي هو سين أو سات أو عين أو الرمز الموجود عندي فأنا عايز أوجد كيمة المجهول سين طب هي 2 سين بتساوي 8 أتخلص من الاتنين دي إزاي؟ أسأل نفسي الاتنين دي مجموعة على السين مطروحة من السين مضروبة في السين مقسومة على السين طبعا هي مضروبة في السين اتنين سين يعني اتنين مضروبة في سين أتخلص منها بالإسمة بقسم الطرفي المعادلة على الاتنين أقسم طرفي المعادلة على اتنين فهأقسم الاتنين سين على الاتنين وكمان التمانية على الاتنين فاتنين على الاتنين فيها الواحد يبقى واحد سين وطبعا الواحد مش بيتكتب المعامل بكتب سين بس لأن المعامل الافتراضي أساسا لها واحد يساوي 8 على 2 باربعة إذن السين بي تساوي كام؟ السين هتساوي أربعة يبقى بالقسمة على 2 السين هتساوي أربعة يبقى مجموعة الحل هل الأربعة موجودة عندي في الأعداد النسبية؟ طبعاً كل عدد صحيح هو عدد نسبي مقامه واحد يبقى فعلاً تنتمي المجموعة في الأعداد النسبية نون يبقى مجموعة الحل بتاعتي أربعة نشوف مثال كمان بيقولي 5 سين زائد واحد بيساوي 2 سين زائد 5 بنفس طريقة الحل في المسال رقم 4 هنحل المسال رقم 5 هنخلي السينات في طرف وهنخلي الأعداد في طرف فهنزل 5 سين ناقص 2 سين اللي 2 هتروح جنب 5 سين بعكس الإشارة يبقى الطرف الأيمن هيكون 5 سين ناقص 2 سين أما الطرف الأيسر هيكون الخمسة ناقص واحد لأنه هودي الواحد جنب الخمسة بعكس الإشارة يبقى هخلي الطرف الأيمن طبعاً لازم نفتكر مرة كمان أن دي مجموعة الحل في نون يبقى لازم أتأكد أن الإجابة موجودة في نون هقوله خمسة سين ناقص 2 سين ليساوي خمسة ناقص واحد خليت السينات في طرف وخليت الأعداد في طرف وأي حد جابري انتقل من الطرف الأيمن للأيسر أو العكس اتغيرت إشارة يعني خمسة سين لما ودت لها الإثنين سين بجانبيها الإثنين سين كانت في الطرف الأيسر موجبة أصبحت في الطرف الأيمن بالسالب والخمسة فضلت من مكانها ودت الموجبة بواحد الطرف التاني وسالب واحد يبقى خمسة ناقص 2 تديني 3 سين خمسة سين ناقص 2 سين يساوي 3 سين وخمسة لما ناخد منها 1 تديني 4 يعني تلاتة سين بتفاوي اربعة طيب بعد كده الخطوة اللي جاية انا هاخد التلاتة السين دي اقسمها على التلاتة للطرفين ايش معنى اقسم على التلاتة لان انا قلت لازم اتخلص من العدد اللي قدام السين اي عدد مرتبط بالسين عشان انا عايزة قيمة سين لوحدها لازم اوجد قيمة المجهول لوحده هاقسم على تلاتة للطرفين زي ما بعمل اي حاجة في الطرف الايمن بعمل زيها في الطرف الايسر هاقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة اصبح تلاتة على التلاتة يبقى سين واحد سين وطبعا الواحد مشويد كتب هتساوي اربعة على التلاتة يبقى السين بتساوي اربعة على التلاتة هذا اربعة على التلاتة ده موجود في نون في الاعداد النسبية. طبعا هو كسر بسط ومقام موجود في الاعداد النسبية. وبالتالي مجموعة الحالة هتكون اربعة على تلاتة. نشوف مثال تاني. خمسة سين ناقص اربعة تساوي اتنين سين زائد حداشر. خمسة سين هجب لها الاتنين سين جنبيها. يبقى خمسة سين ناقص اتنين سين تساوي حداشر وسالب اربعة. اوديها الطرف الايسر بموجة باربعة. يعني خمسة سين ناقص اتنين سين تساوي حداشر زائد اربعة. خمسة سين ناقص اتنين سين طبعا مجموعة الحالة هنا في نون. خمسة سين ناقص اتنين سين تساوي 11 زائد 4 5 سين نقص 2 سين تساوي 30 11 زائد 4 تساوي 15 إذن 3 سين هتساوي 15 الخطوة الجاية أنا مطلوب مني أقسم على 3 للطرفين عشان أتخلص من العدد اللي قدام السين المضروب فيها وبالتالي أنا هقسم على 3 فسين هتساوي 5 اللي هي 15 على 3 تساوي 5 ومجموعة الحل هي 5 لأن ده عدد لوجود في النوم المسال اللي بعده بيقضي 1 ناقص 7 سين تساوي 2 وهنا في الحالة دي أنا عندي عدد اللي هو الواحد عايز يروح جنب الاتنين علشان يكون عندي في المسألة السين لوحدها في طرف وهودي الأعداد كلها في الطرف الأرسل فأنا هودي الواحد الطرف التاني عند الاتنين الواحد هنا بإشارة اللي قدامه اللي قدامه موجبة يعني الواحد ده موجبة لكن سالب 7 سين على بعضها هي اللي سالبة يبقى الواحد إشارة موجبة وهودي الطرف التاني عند الاتنين بالسالب هيبقى الإجابة مجموعة الحالة طبعا زي ما تعودنا في نون تعالي تعالي نشوف كده الحال سالب 7 سين بيساوي 2 ناقص واحد سالب 7 سين نزلت زي ما هي الواحد الموجب هيروح الطرف الأيصر جنب الاتنين بدل ما كان بالموجب هيروح بالسالب هتبقى 2 ناقص واحد معناها ان سالب 7 سين هتساوي واحد سالب 7 سين هتساوي واحد ازاي اتخلص من سالب 7 بالقسمة على سالب 7 بالقسمة على سالب 7 للطرفين فهقسم على سالب 7 للطرفين عشان اتخلص من السالب 7 المضروبة في السين سالب 7 على سالب 7 تدي واحد يبقى السين بتساوي سالب 7 سين هتساوي سالب صبع بعد ما قسمت على سالب صبع للطرفين الدني السين بتساوي سالب صبع هل سالب صبع دي موجودة فيه نون هل سالب صبع موجودة فيه نون طبعا الاعداد النسبية منها السالب ومنها الموجب يبقى مجموعة الحل سالب صبع النسال اللي بعده 3 وفتح كوس وكتب سين زائد 2 وقفل الكوس وبيساوي 19 في الحالة دي انا اعمل ايه في التلاتة اللي مضروبة في الكوس ده اضربها فعليا في كل الكوس اضربها في الحد الاول اللي هو السين وفي الحد التاني اللي هو الاثنين يبقى التلاتة دي مطلوب انها تضرب مرة في السين ومرة في الاثنين اضرب 3 في سين ب3 سين وهضرب 3 في اثنين ب6 يبقى 3 سين زائد 6 هتساوي 19 يبقى انا ضربت الثلاتة مرة في السين مجموعة الحل بتاعتي في نون ضربت الثلاتة مرة في السين ومرة في الاثنين 3 في سين بتلاتة سين 3 في اثنين ب6 يساوي 19 هبتدي ودي الستة الطرف التاني عند التسعتاشر بإشارة سالبة يبقى التلاتة سين بتساوي تسعتاشر ناقل ستة تلاتة سين تساوي تسعتاشر ناقل ستة الستة دي عدد عدد حر مطلق مفيش جنبه أي رمز هيروح الطرف التاني عند العدد اللي شبهه فهيتبقى بس طبعا بإشارة مختلفة الستة هنا كانت مجابة هتروح عند التسعتاشر بس هتروح بالسالب يبقى تلاتة سين بتساوي تسعتاشر ناقل ستة تلاتة سين بتساوي أطرح تسعتاشر ناقل ستة الديني تلاتة بقسمة كل منهما على التلاتة اشمعنا تلاتة عشان اتخلص من معامل السين اتخلص من العدد المضروف في السين اللي هو تلاتة فهقسمة الطرفين على تلاتة اصبحت سين بتساوي تلاتة على التلاتة سين تساوي تلاتة على التلاتة هل تلاتة على التلاتة ده كسر موجود في نون هل هو عدد نسبي طبعا عدد نسبي في مجموعة الحل هتكون تلاتة عدد نسبي نشوف المسال اللي بعده خمسة على ستة سين تساوي خمسة على ستة سين ناقص اربعة تساوي احد عشر جميل برضو سالب اربعة ده عدد حر مطلق مش جنبي اي رمز سهل جدا ان يروح للطرف الايسر بعكس الاشارة فيبقى خمسة على ستة سين بتساوي حداشر زائد اربعة يبقى خمسة على ستة سين تساوي خمستاشر طيب يا ترى بعد وصلت من الاجابة دي اللي هي خمسة على ستة سين بتساوي خمستاشر اعمل ايه؟ ابتدي اقس اضرب في المعكوس الضربي اي كسر عايز اتخلص منه اضرب في المعكوس الضربي له عشان العدد في معكوسه والضربي احنا تعلمنا بيدي كام؟ بيدي واحد العدد في معكوسه والضربي يساوي واحد فانا ضربت خمسة على ستة سين اللي بتساوي خمستاشر ضربت الطرف الايمن والطرف الايصر فيه ستة على خمسة ايه هي ستة على خمسة؟ هي المعكوس الضربي لخمسة على ستة ايش معنى ضربت في المعكوس الضربي؟ عشان العدد فيه معكوسه والضربي يساوي واحد وانا عايزة السين يكون معاملها واحد يعني مش قدامها اي عدد يبقى انا عايزة اتخلص من خمسة على ستة اتخلص منها ازاي؟ بالضرب فيه المعكوس الضربي يبقى المرة التانية ضربت فيه ستة على خمسة للطرفين علشان اتخلص من خمسة على ستة المحضوبة في السين وزي ما اضرب في الطرف الايمن اضرب كمان في الطرف الايسر اصبح ستة على خمسة مضروبة في خمسة على ستة عدد فيه معكوسه والضربي يساوي واحد واحد سين والواحد مش بيكتب يبقى السين هتساوي خمستاشر فيه ستة على خمسة بسط الدتني تلاتة في ستة بتمنتاشر يبقى السين بتساوي تمنتاشر ومجموعة الحل بتمنتاشر ترجمة نانسي قنقر